رياضياً تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز فيما تم تأجيل لقاء الأهل وحرس الحدود لمشاركة القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب وفي الثالثة إلى الربع يستضيف إنبي نظيره سموحة في المباراة الأولى لأحمد سامي العائد مديراً فنياً للفريق السكندري ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كيليوباترا في الخامسة مساءً على استاد الدفاع الجوي وتختتم لقاءات اليوم في السابعة مساءً حيث يصطدم الزمالك بوصيف جدول الترتيب فيوتشر على استاد القاهرة في أول لقاء لأسامة نبيه المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء وجهازه المعاون